موسيقى لم تفوت الولايات المتحدة فرصة في زيارات مسؤوليها المتعاقبة إلى بغداد إلا وأثارت مشكلة الحشد الشعبي وما تغذيه من خلافات بشأن مشاركاتها في العمليات العسكرية وتجاوزات بعض عناصرها الموثقة في الأنبار لكن الضغط الذي تمارسه واشنطن بكل ثقلها السياسي والعسكري لم ينجح حتى الآن في تغيير بوصلة المعارك أو إثناء الحكومة عن موقفها الداعم لميليشيا الحشد بل العكس تماما هو الذي يحدث على الأرض في ملفنا الخاص ليلة سنتناول هذه القضية بأبعادها الداخلية وتفاعلاتها على صعيد العلاقة بين واشنطن وبغداد رسميا تسعى الولايات المتحدة من خلال تصريحات مسؤوليها إلى منع مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في المعارك التي تدور حاليا في مختلف أنحاء العراق وقد وصل بها الأمر إلى التلويح بوقف الدعم الجوي للقوات العراقية في معاركها ضد داعش غير أن التهديد لم يجد أذانا صاغية لدى الحكومة أو ميليشيات الحشد الشعبي التي ضربت به عرض الحائط فتلك الميليشيات مزالت تراكم مع كل معركة التجاوزات بحق المواطنين ثم تدعي أنها انتهاكات فردية تقول الحكومة أنها ستحيل منفذيها إلى لجان تحقيق تلك العمليات الانتقامية التي وثقتها منظمات غير دولية وفصلها تقرير لهيومن رايتس ووتش أثارت حفيظة واشنطن فراحت إدارة الرئيس أوباما تسطر خطوطا حمراء بقيت وهمية فاعتبرت مشاركة الميليشيات في معركة الفلوجة خطا أحمر ثم صعدت لهجتها مطالبة رئيس الحكومة حيدر العبادي بمعاقبة المتورطين بالجرائم والأعمال الانتقامية لكن خطوط واشنطن ذهبت أدراج الرياح شاركت الميليشيات في معارك الفلوجة وأعلنت أنها ستكون رأس حرب في معركة الموصل أيضا لم تنفع تحذيرات واشنطن في انتزاع قرار من الحكومة العراقية تمنع فيه مشاركة الميليشيات في المعارك وعلى الرغم من الجهود العسكرية اللافتة في محاربة داعش التي يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب تبقى مشاركة الميليشيات وتجاوزاتها نقطة سوداء تضرب هيبة الدولة وتدل إلى ضعفها كما تهدد بكسر العقد الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي وتبدو المساعي لإصدار قانون لضم الحشد إلى القوات المسلحة إذا ما نجحت أشبه بالتسليم بالأمر الواقع الذي تدعي واشنطن أنها ترفضه متواطئة أم غير قادرة تشير اللهجة التي تعتمدها إدارة أوباما إلى مزيج من الأمرين معا لسيما وأن تحذيراتها تأخذ شكلا مترددا وخجولا للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هاني عشور أهلا بك دكتور هاني عشور إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار أبدأ من جملة في التقرير أمريكا متواطئة أم غير قادرة على لجم هذا الحشد الشعبي بسبب ممارساته هنا وهناك قبل قليل كنا نتحدث عن معركة القيارة ضيفنا يعني تحدث عن نجاحات حققها الجيش العراق على الأرض دون الحاجة لمساعدة الحشد الشعبي فممكن النجاح لماذا أمريكا لا تستطيع أن تضبط الحشد رغم أنها تقول أنها ترفض مشاركته شكرا لكم بداية لابد من توصيف الموقف الأمريكي قصوصا بعد معارك الفلوجة أولا السفير الأمريكي جونس في العراق عقد أول أمس مؤتمرا صحفيا وكان يتركز عن مشاركة الحشد الشعبي في معارك الموصل قال أولا يجب أن يكون بامرة قيادة القوات العراقية ثم غمز من طرف خفي وقال إذا ما كان تحت أمرة القوات العراقية سنستطيع أن نتعامل مع أوامر القيادة العراقية فربما الحشد الشعبي سيتجاوز بعض الخطوط ونحن سنقوم بضربه بطائراتنا بدون قصد هو أراد أن يقول أن هناك حدود وضعت لحركة الحشد الشعبي ثم أن القيادة الأمريكية حقيقة لم تغضب كثيرا من الحشد الشعبي نحن بعد معارك الفلوجة كنا نرى أن القنصل الأمريكي في البصرة يزور جرح الحشد الشعبي في مستشفيات البصرة ويبارك لهم ويقدم لهم الهدايا إضافة إلى ذلك ساحة المعركة الكبيرة ربما تتطلب قوة احتياطية يمكن خلالها الاستفادة من الحشد الشعبي الآن مفهوم الحشد الشعبي تغير في معركة الموصل بدأ يتغير لسبب بسيط أولا هناك 15 ألف مقاتل من أبناء الموصل انضموا ضمن هيئة الحشد الشعبي أن يأخذون رواتبهم وتمويلهم ومؤنتهم وأسلحتهم من هيئة الحشد الشعبي التي يقودها السيد فالح الفياض مستشار الأمن الوطني هذه الأفواج أكملت تدريباتها في عدة معسكرات في بغداد ويوميا يتم نقل جزء من هذه القطاعات المدربة إلى المنطقة يعني أول أمس شارك في معركة القيارة حشد فرسان جبور من عشيرة جبور الذين تلقوا تدريباتهم في معسكر التاجي إضافة إلى ذلك هناك أكثر من لواء من أبناء الموصل من منطقة تلحفر هناك عشائر اللهاب والسبعويين وجبور أيضا أقاموا أيضا قوة عسكرية أكملت تدريباتها والتحقت بالمعركة وانضمت إلى الحجد الشعبي لكن دكتور هاني اسمح لي يعني أيضا كان هناك حديث عن أن سيد أثير نجيفي وأن تركيا تدرب بعض العشائر هل هذه مرتبطة فعلا بالحجد الشعبي كما تقول يعني للحجد الشعبي نحن نعلم يعني أحيانا تأتيها أوامر أو قيادات من إيران قاسم سليماني يدير بعضها هل ارتباطها عضوي ووثيق لهذه الألوية التي تتحدث عنها الحجد الوطني الذي أسسه السيد أفيل النجيفي سماه الحجد الوطني هو فيه معسكر فيه بعشيقة من أبناء الموصل صحيح تلقوا تدريبات وبعضهم من أبناء شرطة الموصل تلقوا تدريبات وكان هذا الحجد الوطني ضمن إطار الحجد الشعبي هيئة الحجد الشعبي نحن حقيقة يجب أن نميز الحجد الشعبي الآن يضم أفواج مسيحيين يضم عشائر يضم ميليشيات تابعة لأحزاب شيعية هذا كل تحت عنوان الحجد الشعبي ولكن أيضا هنا قوة من أبناء المحافظات تشكلت ليس لها علاقة بإيران أو ليس لها علاقة بالميليشيات الشيعية أو أي علاقة أخرى بإيران لا تدريب ولا تسليح هذه تابعة للقوات العراقية تشرف على تدريبها قوات ومستشارون أمريكان ووزارة الدفاع العراقية وأيضا هيئة الحجد الشعبي التي ارتبطت بمجلس الوزراء الحديث والمخاوف من الميليشيات التابعة للأحزاب الشيعية هذا هو المقصود هذا ما نريد أن نركز عليه في حديثنا فهمت أنت هناك دائرة واسعة عندما نتحدث عن الحجد الشعبي لكن ما نقصده تلك التي أنت أشرت إليها هنا والتي تخرج ولها أجندات هذه لماذا أمريكا أعود لنفس السؤال في ضبطها تجد صعوبة للآن أم أنها استغلتها في الأنبار والآن أصبح ممكن الاستغناء عنها في الموصل الآن معركة الموصل لم تعد تحتاج إلى قوة كبيرة جدا لسبب بسيط أولا القوات العراقية شاركت في معارك وأصبح لها خبرة جيدة جهاز مكافحة الإرهاب أدرك وانضبط كثيرا وأصبح خبير في معارك حرب الشوارع حتى قوات وزارة الدفاع حتى الألوية العراقية لا تمتلك الخبرة التي يمتلكها جهاز مكافحة الإرهاب في معارك الشوارع ومن ثم الغطاء الجو الأمريكي الذي يتحرك من خلال غرفة العمليات المشتركة استطاع أن يميز أهدافه إضافة إلى كل ذلك أصبح لدى الحكومة العراقية معلومات استخبارية كاملة وجيدة الآن انحسرت من خمس محافظات كان فيها داعش الآن إلى جزء من محافظة الموصل بعد تحرير القيارة وتحرير مناطق من شمال الموصل قام بها البيشمرقة وقطع الطرق في غرب الموصل من خلال قوة سميت بقوة النوادر من الإيزيديين وعشائر شمر إذن المعركة لا تحتاج الآن سوى إلى القوات العراقية شكرا شكرا جزيلا تضحت الصورة الباحث والأكاديمية السياسية الدكتور هاني عاشور حدثنا من عمان ترجمة نانسي قنقر